نعم بالتأكيد هذا يطرح العديد من الأسئلة حول استراتيجية الولايات المتحدة وهل الولايات المتحدة لا تجد ما يكفي من الأهداف لدى الحوثيين أم هل لدى الحوثيين قدرات أكبر مما توقعت الولايات المتحدة وهل يخبئون أسلحتهم ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تدمر أسلحتهم وإمكانتهم بفعالية بالتأكيد هذا يطرح كل هذه التساؤلات ولهذا فأن هناك الكثير من الأحاديث في أعماق واشنطن حول الحاجة إلى استراتيجية على الأرض هذا لا يعني بأن القوات الأمريكية ستدخل إلى اليمن بريا بل ما يعنيه ذلك ربما أن يكون بناء التحالفات أو الميليشيات أو ربما قد تتدخل السعودية أو قد تتدخل الإمارات مجددا هناك العديد من الأفكار المطروحة في واشنطن ربما كانت المملكة العربية السعودية محقة حول الحوثيين ربما كان لا يجب على الولايات المتحدة أن توقف القوات السعودية والقوات الإماراتية من السيطرة على الحديدة في الماضي ربما يجب أن يكون هناك إعادة نشاط ضد الحوثيين بريا ودفعهم والسيطرة على أسلحتهم ومواقع إطلاق صواريخهم ودفعهم إلى الوراء هناك الكثير من التفكير المتزايد في واشنطن حول هذا الموضوع لا أقول بأن هذا قرار قد اتخذ أو أنه على وشك الاتخاذ ولكن هناك الكثير من الدعوات إلى هذا النوع من التفكير في واشنطن الآن